تحت مظلة ما وصف بتصاعد البيان الخطابي الإيراني والاستفزازات الإيرانية الأخيرة رأت مؤسسة يو اس نيوز وولد ريبورت أنه هذه الأعمال الاستفزازية من قبل طهران تشكل بحد ذاتها أعلان حرب مضيفة أنه في الوقت نفسه بمثابة رسالة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من أجل التقارب معها وإلغاء سياسات ترامب العقابية ضدها وكذلك الضغط من أجل عودة سريعة لواشنطن للاتفاق النووي أدى وعددت المؤسسة الإخبارية الأمريكية الخطوات الإيرانية الأخيرة بدءا بالاستلاء على ناقلة كورية جنوبية في الخليج كذلك زيادة عمليات التخصيب تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% ما يزيد بكثير عن الحد المسموح له في الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 المقدرة كانت في هذا الاتفاق بنحو 7-3.67% أيضا تزامن ذلك مع بدء منورات عسكرية وسط إيران والتهديد برد شامل بحال استهدافها ويؤكد خبراء من جمعية الحد من الأسلحة في واشنطن ضرورة معرفة إيران لمصلحتها وتجنب المزيد من الاستفزازات مع تزايد فرص تخفيف العقوبات الأمريكية عليها لسيما أن هناك عاملين اثنين يدفعان المفاوضات الملحة معها أولهما استعداد واشنطن وحلفائها في المنطقة للتفاوض بشأن تصورات طهران للتهديدات من قبل الدول القريبة أما العامل الثاني فهو الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في يونيو 2021